ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وبرلمان عموم إفريقيا خلال قمة رؤساء الدول وحكومة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في أبيجون في عام 2017 وأوضح المصدر ذاته أن جميع المشاكل التي تعارض الدولتين تتعلق بالعلاقات التنائية بينهما وبين البرلمانين لا تتدخل إلا في حالة مناقشة هذه المشكلة مقدما حيث أفاد بأنه من الضروري مطالبة البرلمان الأوروبي بعدم القيام بذلك والتورط في الأزمة بين المملكة المغربية وإسبانيا مؤكدا أن هذه الأزمة بين البلدين هي أزمة تنائية ولا يمكن حلها إلا بالوسائل الدبلوماسية أو عن طريق المفاوضات التنائية المباشرة وهكذا يدعو البرلمان الإفريقي نظيره الأوروبي إلى الامتناع عن أي موقف يحتمل أن يفاقم التوتر كما رحب البرلمان الإفريقي بقرار جلالة الملك محمدين السادس بإعادة جميع القصيرين المغاربة غير المصحوبين بدوهم الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب